رندى ذات الأعوام الثلاثة طفلة يمنية لم يساعدها بكاؤها في الحصول على طعام لم تستطع أسرتها النازحة توفيره لها الطفلة اليمنية تعاني من سوء تغذية حاد يبدو على جسدها النحيل الذي يختصر المشهد جراء حرب أكلت الأخضر واليابس بفعل ميليشيات الحوثي ما نفعش فيها أي حاجة بكان جسمها بكان ذا حين رحنا رجعنا ثانية لما نضرن خبوا أن التحويل ماشي صعبها ماشي بوش حقها بمشوار وظروفها صعبة علينا إن شاءنا أي واحد يساعدنا إن شابها الصنع إن شابها أي بلاد عائلة رندى تسكن في مخيم الخداش للنازحين بمحافظة حجة في ظل ظروف قاسية الطفلة تزن أربعة كيلوغرامات فقط وهي من بين الذين دفعوا ثمن حرب لا ذنب لهم فيها حسب هذه المعايير الطفلة مصابة بسوء تغذية حاد وخيم مع مضاعفات حسب هذه القياسات لا نستقبل الطفلة في برنامجنا نحيلها إلى قسمة TFC بالمستشفى تعيش أكثر من 2600 أسرة في فقر مدقع في خيام الخداش المؤقتة بعضها بدون أسقف ويعيق الصراع تسليم المساعدات التي تشتد الحاجة إليها وتشير التقديرات إلى أن مئات الآلاف قد لقوا حتفهم ونزح الملايين فيما تصف الأمم المتحدة الوضع بأنه أسوأ أزمة إنسانية في العالم وكان برنامج الغذاء العالمي خفض في ديسمبر الماضي الحصص الغذائية لثمانية ملايين شخص وحذر مارتين جريفت من أنه اعتبارا من الشهر المقبل قد لا يحصل هؤلاء الأشخاص على طعام على الإطلاق أو مجرد حصة مخفضة وقالت الأمم المتحدة العام الماضي إن ما يقدر بنحو 16 مليون شخص يعانون من انعدام الأمن الغذائي الحاد وتوقعت أن يعاني ما يقرب من مليونين وثلاثمائة ألف طفل دون سن الخامسة من سوء التغذية وأضافت الأمم المتحدة أن نحو أربعمائة ألف من هؤلاء الأطفال قد يموتون إذا لم يتلقوا مساعدات إنسانية عاجلة